عام جديد للنسيان بالنسبة للرياضة المغربية بداية على وقع الإخفاق على مستوى النتائج ونهاية لم تخل من أخطاء كارثية على مستوى التنظيم مع حلول العام الجديد اتجهت الأعين نحو جنوب إفريقيا المنتخب المغربي للمحليين طرفا في الكأس الإفريقية لكرة القدم متول ورفاق وبقيادة المدرب حسن بن أبي شاحات الرحالة في بلاد منذلة وتنافسوا على ورقة العبور للدور الثاني في المجموعة الثانية فكان لهم ذلك بعد فوز وتعادلين منحهم الصدارة أمام زنبابوي أغندا وبوركنافاسو في ثاني الأدوار وفي سيناريو غير متوقع التهم المنتخب الوطني نظره الناجري بثلاثية في الشوط الأول لكن الصدمة كانت قوية بعد انتهاء النزال صالح النسول الخضراء وبربعية فتحت جرحا عميقا لم يندمر رغم كثرة الوصفات والمسابقات خروج حزين من كأس قارية تمنعت فقيل بأن البلسم الشافي سيكون على يد الأندية المغربية التي ستشارك في دور الأبطال وكأس الكونفيدرالية الفرسان تساقط اتباعا كأوراق الخريف ومن أول الأدوار ليكرس مرة أخرى تراجع الكرة المغربية أمام نظرتها القارية انتهت رهانة الكرة الوطنية على مستوى النتائج فكان لزاما إعادة ترتيب البيت الداخلي أولى الخطوات كانت انتخاب رئيس جديد لجامعة الكرة بعد نهاية حقبة علي الفاس الفهري وعدم اعتراف الفيفا بنتائج الجمع العام الشهير الذي انتخب فيه فوز لقجع رئيسا فالتأما جمع الجامعة من جديد وزك فوز لقجع ربانا جديد لسافنة الكرة الوطنية بعد انسحاب جميع منافسها أولى قرارات المكتب الجامعي الجديد كانت تعيين بد الزكي مدربا للمنتخب الوطني الأول خالف لرشيد التوصي فيما أسندت مهمة قيادة المنتخب المحلي للمدرب محمد فاخر والرهان طبعا كان الاعداد لكأس إفريقي الأمم التي كان من المفترض أن تنظم بملاعب المملكة قبل أن يتفرغ المغرب لنهائيات القارية المغرب أتليتيكو تتوان يؤكد سيطرته على عهد الاحتراف ويتواج بثني لقب في ثلاثة مواس من البطولة الوطنية ليعد اللقب لشمال المملكة بعدما كان في النسخة السابقة من نصيب فريق الرجاء البيضوي توالت الأيام واقترب موعد الكان الذي أصبح في خبر كان بعدما طلب المغرب من الاتحاد الإفريقي للعبة تأجيل موعده بسبب تفشي فيروس الإبل القاتل في العديد من البلدان في القارة السمراء طلب المغرب قُبل بالرفض وتم تهجير البطولة نحو غنية الاستوائية في انتظار الإعلان عن عقوبات مفترضة ضد الكرة الوطنية مما زادها من حدة الخلاف مع الكاف هو أن المملكة كانت مقبلة على تنظيم كأس العالم للأنذية والذي مثل فيه المغرب التتواني الكرة الوطنية نجح النسخة الماضية التي حل فيها الرجاء البيضوي وصيفا رفع من سقف الطموح لكن الإخفاق كان حليفا مثل البلد المضيف ومن أول اختبار فزدت واقعة ملعب الرباط أرطين بالله بعدما أصبح المركب الرياد الأمير مولي عبد الله عبارة عن بيراكمائيا ولم يصمد أمام ساعات من أمطار الخير في صورة مخجلة بثت عبر عشرات الخنوات العالمية بعدما كان الكل يمن النفس بنسخة لا تقل عن سابقتها من حيث النجاح الرياضي في شخص الرجاء البيضوي ومن حيث التنظيم أيضا الدورة لم ترق لمستوى تطلعات وأنقذها تواجد ريال مدريد الإسباني طرفا في المسابقة لتوفره على قاعدة جماهيرية كبيرة مع بداية كل سنة تتجدد الآمل والطموحات نحو مستقبل مشرق للرياضة الوطنية طموحات لا تترجم على أرض الواقع وتدل ضربا من الخيال الرياضة التي أصبحت مؤشرا على تقدم الأمم لا زالت تحتاج للكثير من العمال فالمغرب الذي كان إلى عهد قريب خير سافر للرياضة القارية والعربية أصبح اليوم رقما من الأرقام وغاب عن نصة التتويج ومنذ زمان فهل أزفت ساعة العودة للواجهة أم أن الانتظار سيبقى سنة وعقيدة اشتركوا في القناة